ثلاث سنوات وسكان مخيم إربد يعانون من انعدام وسائل النقل العام الأمر الذي يزيد من الأعباء المعيشية على المواطنين هناك هيئة تنظيم قطاع النقل البري في إقليم الشمال أكدت بدورها أن حل المشكلة لن يتجاوز عدة أيام ما بعد الضيق إلا الفرج على هذا الأمل ينتظر سكان مخيم إربد حلاً حكومياً ينهي معاناتهم في ظل غياب وسائل النقل العام منذ ثلاث سنوات وعلى وقع شوارع ضيقة مملوئة بالحفر يزداد الخناق على أنفاس سكان المخيم خاصة مع وجود أرصفة تشكل عقبة أثناء سير المواطن داخل أزقة المخيم نعيش حقيقة هم كبير جداً وهو عدم وجود بصات ووعدونا بأن البصات سوف تأتي خلال هذه الأيام ولكنها لم تأتي والوعد الآخر كان هو بعد أربع أيام ستأتي ونأمل أنه تأتي هذه البصات لتقوم بخدمة المجتمع المحلي أيامات ما بيكون مثلاً معانا أنه خطة كاسة فهي في معاناة يعني مثلاً شمعنا كل باقي المناطق في إلهام بصات لحد مثلاً مخيم وبس ما فيش كلما نروح على الطريق بدنا بليرة بليرة ليرتين ثلاث ليرات يعني المواصلات صعبة جداً كتير لازم تكون يعني متوفرة أنه البصات يرجعوا للمخيم أفضل يعني وأحسن واحد هو ظروفه كمان ظروفه صعبة جداً كتير وعلى الجانب الآخر تؤكد هيئة تنظيم قطاع النقل البري في إقليم الشمال أن المشكلة ستحل قريباً وأن عدداً من وسائل النقل سيتم تخصيصها لنقل المواطنين من وإلى المخيم فاللي ارتقينا فيه خلال الفترة الماضي ضغطنا بطريقة الحمد لله يعني معالي تجاوب واقتنع بأنه حل مثل هاي الأمور اللي هو فعلاً الباص الصغير فإن شاء الله يعني إحنا كنا متأمنين أنه ينزل الباص قبل الجامعة قبل دوام الجامعة هات كان ضغطنا خلال الفترة الماضية إن شاء الله هي مسألة أيام فقط ورح تشوفوا نوعية ممتازة من الخدمة بإذن الله بين الوعود الحكومية هنا وهناك تظل أزمة وسائل النقل العام عالقة في مكانها في المخيم بانتظار تطبيق فعلي يغلق هذا الملف وتبقى معاناة المواطن اليومية قائمة إلى ذلك الوقت